في الأثناء يجري مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليم بيرنس اليوم مباحثات مع قادة الاحتلال في القدس المحتلة على رأسهم رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو وتهدف زيارة بيرنس لإسرائيل للدفع باتجاه التوصل لاتفاق تهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس وتأتي هذه التحركات بعد ساعات من بدء عدوان إسرائيلي وتواغل في مدينة رفح الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر